الانترنت ساحة حرب افترادية على الويب تنتشر مئات الصفحات تصنف على قائمة الارهاب الالكتروني بسبب طبيعة شبكة معلومات الانترنت وانفتاحها وعدم ارتباطها بدولة معينة أو بحدود جغرافية أو سياسية بات الارهاب عبر شبكة الانترنت المقر المختار للحركات أو المنظمات المتطرفة والارهابية هذا العالم الافتراضي يشتذب هذه المنظمات لصعوبة الرقابة أو المحاسبة على ما ينشر فيها كما أنه لا يحتاج سوى لبعض الحيل لاختراق الحواجز الالكترونية لذلك تستخدم المنظمات الارهابية تكنولوجيا متقدمة بصورة يومية لتنظيم وتنصيق عملياتها في جميع أنحاء العالم المواقع والمنتديات الجهادية المتصلة بهذه المنظمات نجحت في تجنيد أعضاء جدد من خلال هذه الشبكة كما أنها تستقطب الكثير من الناس المعتدلين الذين يقومون بقراءة الأخبار ومشاهدة مقاطع فيديو الجماعات المسلحة وحرصا على محاربة الظاهرة تعمل السلطات المغربية على تشديد حماية الفضاء الإلكتروني من مخاطر استخدامها كبوابة للحث على الإرهاب أو التدريب على صنع الأسلحة والمتفجرات أو غير ذلك من الأنشطة غير المشروعة وتتبع السلطات المغربية سياسة وقائية واستباقية تقوم على اليقظة في مواجهة الخلايا الإرهابية فمنذ سنة 2002 نجحت مصالح الأمن المغربية في تفكيك أكثر من 80 خلية إرهابية